موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حساد الأسبوع قام وفد من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة إلى مركز القيادة وريادة الأعمال في جيبوتي لتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية استقبل مركز القيادة وريادة الأعمال وهو حاضنة حقية لابتكار وريادة الأعمال في جيبوتي وفد من البنك الدولي برئاسة عثمان ديو نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي هذه زيارة رسمية في إطار جهود البنك الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والشمال الرقمي في البلاد عند وصولهم كان في استقبال الوفد مسؤول مركز قيادة الذي يعد مساحة مخصصة لدعم رواد الأعمال المحليين يظهر هذا المركز كونه مكان استراتيجيا حيث تتقاطع الإبداع والابتكار والضموح ويلعب الدولة المحورية في تنشيط الاقتصاد الجيبوتي خلال اللقاء التحدي للسيد عثمان فرصة اشتشاف العديد من المشاريع المبتكرة التي طورتها شركات ناشئة محلية تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية وقدم رواد الأعمال الشباب المفعمون بالحماس مبادراتهم حيث شاركوا تجاربهم والتحديات والفرصة التي وجهوها في مسيرتهم تسلد قصصهم والضوء على مرونة الشباب الجيبوتي وقدرتهم على الابتكار في بيئة متغيرة شارك نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا في مراسمة حجر الأساسة لممر الاقتصاد الإقليمي اختتم النائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا زيارته إلى الجوتي بالمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لممر الاقتصاد الإقليمي الذي يتضمن أعمال إعادة تاهيل وتحسين وصيانة الطريق الوطني رقم واحد من الكيلو 13 إلى أرتع بحضور عضاء الحكومة وقد تم الاحتفال بهذه المناسبة بحماس كبير كان ذلك يوما تاريخيا في بلبلة حيث تحولت المنطقة إلى مركز جديد للتجارة عبر الحدود نظمت الفعالية وزارة البنية التحتية والتجهيزات بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور نائب رئيس البنك الدولي مما يبرز أهمية هذه المبادرة يهدف المشروع الذي يمول بميزانية طموحة تبلغ 54 مليون دولار إلى تعزيز الاتصال الإقليمي وإضفاء ديناميكية اقتصادية غير مسبقة على المناطق الداخلية للبلاد ويعتبر هذا الطريق العمود الفقري للبنية التحتية الوطنية حيث يربط بين الميناء الاستراتيجي في جيبوت والأسواق المزدهنة في إيثوبيا وما وراءها من خلال تسهيل عبور البضاع يمثل هذا الطريق أداة أساسية لتحفيز التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية وتصريع التبادلات بين الدولتين الشقيقتين غادر فريق روبوتات جيبوتي جيبوتي العاصمة للمشاركة في مسابقة التحدي العالمي الأول في التكنولوجيا والابتكار وذلك في الفترة الرابع العشرين وحتى ثلاثين سبتمبر الجاري في أثناء غادر فريق روبوتات جيبوتي الذي يتكون من أربعة طلاب موهوبين تتراه عمارهم بين 14 و18 عاما في مطار حمولي الدولي لتمثيل جيبوتي في مسابقة فريست جيبوتي التي ستقام في أثناء ليونان من السادسة العشرين إلى الثلاثين من سبتمبر ويقود الفريق سيد سامتر عبد العثمان المدير العام للمركز التكنولوجيا والابتكار للتنمية ومن المقررين أن يشارك في هذه المسابقة الدولية التي تجمع فرقنا من الشباب من أكثر من 190 دولة بهدف حل تحديات عالمية من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقد تم اختيار هؤلاء الأربعة الذين يمثلون عملا كبيرا لبلدهم خلال قافلة شاملة جميع المؤسسات الثانوية في البلاد مزودين بروبوت مبتكر صممه طلاب ومدربهم لمواجهة التحديات التقنية المرتبطة بالمسابقة بما في ذلك إدارة المياه وتحصيل المحاصلة والاستدامة وسيشارك هؤلاء طلاب في منافسات تتعلق بروبوتات والابتكار والتكنولوجيا أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منسة رقمية جديدة لدفع الالتزامات الاجتماعية عن بعد وذلك في إطار تحديث نظام الحماية الاجتماعية في الجبوتي أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقره منسة رقمية جديدة مخصصة لدفع الالتزامات الاجتماعية عن بعد بحضور مديري الشركات ويندرج هذا المشروع في إطار تحديث نظام الحماية الاجتماعية في الجبوتي بهدف وضع ابتكار في خدمة الشركات والموظفين ويشكل إطلاق هذه المنسة خطوة حاسمة إلى الأمام وتطور خدمة الصندوق الذي سعى دائما إلى استباق احتياجات شركائهم مع التكيف مع التحولات الرقمية الأساسية بفضل رقمنات يقدم الصندوق الآن حلولا أكثر سهولة وكفاءة وأمانا لإدارة الالتزامات الاجتماعية وتجمل مزايا المنصة الجديدة تبسيط الإجراءات وعمل البيانات والتعزيز حماية المعلومات والمعاملات فضلا عن تقليل التأخير الإداري وعمليات الإدارة وصل الرئيس الكيني وليامورتو إلى هيتي زاعما أن أمن البلاد تحسن بشكل كبير بفضل قوات الشرطة الكينية التي تقاتل العسابات وصل رئيس الكيني وليامورتو إلى هيتي الصوت وأكد أن أمن البلاد قد تحسن بشكل كبير بفضل القوات الكينية التي تكافع العصابات وكان خبير في الأمن من الأمم المتعدة حذر قبل أيام أن العنف في البلاد يتفاقم مع توصيع سيطرة العصابات على هذه الأمة الكاريبية روتو نزل من الطائرة مرورا أمام طباط المسلحين على بصاد أحمر صغير محاطا بعدد من المسؤولين توجه بعدها إلى قاعدة كينية في المطار حيث يلتقى بالشرطة المكلفة بمحاربة الإصابات وبعدد من كبار المسؤولين الهيتيين والكنديين وأكد رئيس الكيني أن القوات الكينية قد عززت البنية التحتية والأمنية مما أعطاه للهيتيين النازعين العودة إلى منازلهم بعد أن فروا من العنف رغم أن العديد من الهيتيين يرون أن الوضع الأمني لا يزال خطيرا أو ربما أسوأ مما كان عليه عند نشر شرطته في جونيو الماضي تبنت دول أعطاء في الأمم المتحدة ميثاقا من أجل المستقبل يهدف إلى رسم المستقبل الأفضل للشعوب خلال افتتاع قمة المستقبل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق المستقبل وهو وثيقة طموحة من 42 صفحة تهدف إلى توحيد الأمم لمواجهة التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والاحتدام المتزايد للصراعات واللا مساواة أطرق الأمم للأمم المتحدة أنتونيو جودريش نداء عاجل للعمل مؤكد على أن هذا الميثاق يجب أن يعيد إحياء التعددية التي تعرضت للاختبار في السنوات الأخيرة وقال جودريش لقد فتحنا الباب يتضمن الميثاق 56 إجراء يغطي مجالات رئيسية مثل مكافأة الفقر والمساواة بين الجنسين والسلام وإصلاح مجلس الأمن لعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية بما في ذلك تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا كما يوتيح الميثاق الدعم المتعدد الأطراف غير مسبوق منذ أكثر من عقد لصالح نزء السلاح النووي وينظم استخدام الأسلحة الذاتية القاتلة أطلق وزير الخارجية الصيني دعوة قوية للتعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وذلك خلال قمة المستقبل خلال قمة المستقبل التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أطلق وزير الخارجية الصيني وانكوبي دعوة قوية للتعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وخلال كلمته أمام أكثر من 130 من قادة الدول والحكومات أكد على أهمية ميثاق الأمم المتحدة في بناء نظام عالمي قائم على المساواة والعدالة وقال وانكو يجب علينا بناء عالم المتعدد الأقطاب متساوين ومنظم والدفاع عن النظام الدولي الذي يركز على الأمم المتحدة إن النظام الدولي القائم على القانون الدولي والمعايير أساسي للعلاقات الدولية يعتمد على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما دعا القوى الكبرى إلى أن تتقدم وتكون قدوة في مجال التعاون وصفا العالم بأنه صفينة ضخمة وشدد وانكو على ضرورة اتحاد الدول لمواجهة التحديات المستقبلية بهذا النبأ وصلنا إلى هذه الحقة وشكرا على حسن إسقائي والمتابعة ترجمة نانسي قنقر